اشتركوا في القناة مصر كنتم دائما في طليعة الحركة الوطنية نوجه لكم التحية والشكر في يوم ايديكم نشد على ايديكم ونقول لكم مصر في انتظار المزيد من العمل والانتاج في مرحلة البناء الراهنة نطمح معا لتجشين قاعدة صناعية مصرية تتحلي مصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية الى الخارج وترفع في كل مكان شعار صنع في مصر عمالة مصر الكرام انكم ركيزة اساسية من ركائز المجتمع المصري وعمل رئيسي من عوامل اثرائه وتقدمه وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والانتاج بجهد واتقان فانها تحرص على حقيقكم وتعمل على توفير الغطاء التأمين اللازم لكم على الصعيدين الاجتماعي والصحي بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة ويمثل حافزا لكم على مزيد من العمل والانجاز كما تحرص الدولة على ادماج زو الاحتياجات الخاصة في سوق العمل للاستفادة من طاقاتهم الايجابية وتهيب باصحاب الاعمال مواصلة الاطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية واستفاء نسبة الخمسة في المية المقررة لزو الاحتياجات الخاصة عمال مصر الاوفياء ان الدولة تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكم تشجيعا على مزيد من الاتقان والانتاج وسيساهم مجلس النواب الجديد بفاعلية في سن التشريعات اللازمة لإعداد المناخ المحفز للعملية الانتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات السلة التي أشار إليها السيد وزير القوى العاملة وفي مقدمتها مشروع القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وذلك تضافرا لجهودنا جميعا من أجل التصدي لتحديات ودقة المرحلة الراهنة حتى نكتاز تلك المرحلة بنجاح ونتمكن من إساء دعاء من النمو والتقدم والتنمية الشاملة الأخوة والأخوات لقد اعتمدت الحكومة خطة اقتصادية طموحة واضحة وقابلة للتنفيذ تستهدف تغيير وتطوير هيكل الانتاج في مصر وتنويع مصادر الدخل القومي بحيث لا يزل اقتصادنا أسيرا لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات بل يتحول إلى اقتصاد انتاجي راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة ومواكبة مقتضيات العصر التي أدخلت إلى مدمار الصناعة صناعات جديدة لا سيما الصناعات التكنولوجية والالكترونية وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلى إفريقيا كما تولي الدولة اهتماما وفي إطار خطتها الاقتصادية لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي أضحط لها وزارة مستقلة لاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية حيث توفر السوق المصرية جميع العوامل اللازمة للعمل والربع ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحا مجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها وأكد لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة إلا إذا تكملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذي بات يتمتع بدور متعازم على الصعيد الاقتصادي العالمي ومن ثم فإن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص في هذا المجال وتتخذ من الإجراءات والتشريعات ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد فضلا عما يتصل به من منظومة القوادين بالإضافة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بمشروع التنمية في منطقة قناة السويس وتتشين وتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وإدراكا من الدولة للأهمية الحيوية لقطاع الصناعة فإنها تتخذ خطوات جادة من أجل تنمية وتطوير المراكز الصناعية القائمة لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تذكر به من بنية تحتية تتيح بدء العمل في تطويرها مباشرة وذلك بالتوازي مع مبادرات جديدة لإنشاء المدن الصناعية وتتواكب مع ذلك جهود دقوبة للنهود بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بفاعلية في توفير فرص العمل وإتاحة المواد الأولية والوسيطة للصناعات الكبرى فتساهم في زيادة الصادرات وتعمل على ضبط سعر صرف العملة الوطنية في مواجهة العملات الحرة كما آن الأوان لدمج القطاع الصناعي غير المنظم في الاقتصاد الرسمي لزيادة قدر هذا القطاع على استعاب الأيدي العاملة وتحسين مهاراتهم الانتاجية من خلال البرامج التدريبية المناسبة لهم وليسهم هذا القطاع إسهاما حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي ويعمل في الإطار الضريبي والتأميني للدولة السيدات والسادة أنني أجد الفرصة سانحة للتأكيد على أن الدولة المصرية لا تدخل جهدا لتعزيز قطاع الطاقة إدراكا لارتباطه الحيوي بقطاع الصناعة وقد قامت الدولة بوضع خطة شاملة لتوفير احتياجاتها من الطاقة ليس فقط على صعيد متطلبات المواطنين خلال المرحلة الحالية وإنما أيضا لتوفير احتياجات الصناعة والاستثمارات في المستقبل وإلقي ذلك الضوء على أهمية تطوير اعتمادنا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة جنبا إلى جنب مع الجهود المبزولة لزيادة مواردنا من الطاقة التقليدية المتمثلة في النفط والغاز عمالة مصر الشرفاء أود أن أؤكد على أهمية التنمية البشرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى تعليم وتدريب العمالة الحالية وتلك الملتحقة حديثا بالقطاع الصناعي كما أنوه إلى الاهتمام الذي تليه الدولة للتعليم الفني إيمانا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي من التعليم الذي يتعين الارتقاء به وربطه بسوق العمل لتخريئ أجيال جديدة من العمالة الماهرة التي تلبي احتياغات السوق المصرية وأسواق العمل المستقبلة للعمالة المصرية وذلك جنبا إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية التي لطوء المهن والحرف المختلفة احترامها اللاعق فضلا أهمية تفعيل سبل الحوار والتفاوض بين طرفية العملية الانتاجية واعتماد ثقافة الحلول الودية للحد من الاحتجاجات العمالية التي تؤثر على الانتاج علاوة على أهمية إعداد المفاوض الجيد للتعبير عن مصالح العمال وسقل المهارات التفاوضية شعب مصر العظيم أنني في عيد العمال أجد التكليف للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين وأشدد على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار ودراسة هامش الربح الذي يتخطأ أحيانا وبشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استراد السلع بها وأنوه إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقاب على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين خاصة محدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية كما أؤكد على الالتزام والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لصون حياة وكرامة المواطنين المصريين سواء المقيمين على أرض الوطن أو في الخارج استتخذ الدولة كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحمايتهم والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم تحية أوجهها لكم عمال مصر الشرفاء في يوم عيدكم وفاء لكم ولجهودكم الصديقة التي بزلتموها من أجل الوطن وأكد لكم أن العمل وزيادة الإنتاج يمثلان السبيل الصحيح والمستدام لزيادة الدخل فواصلوا مسيرتكم متسلحين بالعلم والعمل والإيمان وضعفوا مساهماتكم في بناء الوطن حتى نحصد سمار الخير معا جعل الله بلدنا وطنا عزيزا آمنا وبارك لشعبه في قوته وأرزاقه وسدد على سبيل الحق ورشاد خطانا جميعا وكل عام وأنتم بخير